السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة دنيا وديني ومعكم حيدر جبار مضى أكثر من عام كامل على آخر فيديو قمنا بتقديمه يتحدث عن السعادة وكان بعنوان المفاتيح السبعة لحياة سعيدة أنصحكم بمشاهدته حيث ستجدون الرابط أسفل في الوصف سأقدم لكم في هذه الحلقة مجموعة هامة من المعلومات إذا استوعبتها جيدا فسترسم لك الطريق الواضح نحو السعادة لكن هذه المعلومات لن تكون ذات فائدة إلا إذا قمت بتطبيقها بالفعل فإنما سنقدمه في هذا الفيديو ما هو إلا خطوات استراتيجية لتحصين حياتك تدريجيا إذا أخذت هذه النقاط على محمل الجد وبدأت بتطبيقها فحينها ستكون قد وضعت قدمك على المسار الصحيح نحو تحقيق السعادة لاحتاج أن نذكركم أن تضغطوا على زر الإعجاب إذا عجبتكم الحلقة وكذلك مشاركتها مع من تحبون وإذا كنت زائرا جديدا فأود أن أجلب انتباك أن هناك زرا أحمر يخص الاشتراك تم وضعه لكي تضغط عليه ولا تنسى كذلك تفعيل الجرس بعض ضغط الزر قبل الدخول بالموضوع أود إبلاغكم أنه بإمكانكم مراسلتي بطريقة مباشرة عبر حساب دنياي وديني على الإنستغرام كما يظهر لكم على الشاشة يمكنكم من خلال الإنستغرام طرح أي أسئلة لديكم أو مقترحات لحلقات ترغبون بأن أقوم بتقديمها وسوف أرد على أسئلاتكم واستفساراتكم شخصيا سأقوم كذلك بإعلام المتابعين على صفحتنا في الإنستغرام في كل مرة بالحلقة الجديدة قبل نشرها على اليوتيوب بمعنى أن المتابعين على الإنستغرام سوف تكون لهم الأسبقية لمعرفة فكرة موضوع الحلقات الجديدة وذلك قبل نشرها لذلك لا تنسوا متابعاتنا على الإنستغرام وتفعيل الصفحة بكثافة وشكرا لكم إذن لنبدأ الحلقة إذا كنت تريد عيش حياة سعيدة فإليك القاعدة الأولى حدد من أي منطلق يمكن أن تعتقد نفسك نجحا إن أكبر خطأ يقع فيه الناس هو الاعتقد بأنهم في حاجة لمليار دولار من أجل أن يكونوا سعداء وامتلاك أخت كبير ومنزل واسع والعشرات من الأصدقاء وربما كذلك التبرع بملايين الدولارات للمؤسسات الخيرية هذا النوع من الناس لن يكونوا سعداء أبدا فكما أن المال وسيلة من أفضل الوسائل التي يمكن أن تمتلكها إلا أن هذا لا يعني أنها الوسيلة الوحيدة أو الهدف الأخير من أجل حصول على السعادة فالمال إذا زاد عن الحد الذي يغطي الأساسيات فإنه يبدأ بجلب المتاعب فقط شاهد عزيز المشاهد إحدى حلقتنا السابقة بعنوان لعنة الينصيب لتشاهد كيف دمرت ملايين الدولارات حياة الفائزين بالينصيب وذلك حينما تحولوا بين عاشية وضحاها من أشخاص عاديين أو فقراء إلى أغنى أغنية البلد تقول كذلك بعض الإحصائيات أن الشخص الذي لديه صديقين فقط يكون أكثر سعادة من الشخص الذي لديه عشرة أصدقاء أو أكثر وذلك لأنه كلما اتسعد دائرة صداقاتك كلما قل معدل الاهتمام الذي يتلقاه كل فرد في تلك الدائرة إذن تأكد أن مصدر السعادة ليس بكثرة المال أو كثرة الناس من حولك القاعدة الثانية كن مدركا لما تمتلكه بالفعل وارض به من دون تقديرك لما لديك من نعم وهبات فلن تكون قادرا على التقدم للأمام فقط أخط خطوة للخلف وقم بتحليل واقعك الحالي فكونك قادرا على مشاهدة هذا الفيديو إنما هو نعمة من نعم الله تعالى وذلك لأنك تفكر في أن تحسن من نفسك وأن تسعى إلى تحقيق السعادة فالتمكن من الوصول لهذا النوع من المعلومات هو نوع آخر من الرفاهية في هذه الأيام فلتفكر كيف كانت حياتك منذ خمس سنوات مضت وإلى أي مدى تغيرت الأفضل ولا تأخذ تلك التغيرات بعين ما هو مسلم به ولا تجعل صحتك أو عائلتك أو تقدمك من ضمن ما هو مسلم به أيضا فكونك راضيا ومنتنا بما تمتلكه بالفعل هو أفضل ما يمكنك أن تبدأ به رحلتك نحو السعادة القاعدة الثالثة لا تفسد الأمور الكبيرة إن أهم الأشياء في الحياة هي العائلة والصحة وعلاقاتنا مع الآخرين إذا فقد تقييمت أحد هذه الأشياء الثلاث فلا يهم ما هو مقدار ما ستبدله لتعويضها بأي شيء آخر لأنه حينها ستكون أساسياتك قد اختلت وربما تنهار حياتك بأكملها إذا كان شريك حياتك أو أفراد أسرتك يدعمونك فأنت تعيش في بيئة سعيدة حتى وإن كنت لا تدري ذلك فأنت تكبر وتتربى في عائلة من ثم تطور نفسك من أجل سبب ما هم يدعمونك بغض النظر عن ما هي ما يدعمونك فيه أو سبب دعمهم لك أنت حتى تساعد الآخرين يجب أن تساعد نفسك أولا وهذا هو سبب حاجتك لأن تكون بصحة جيدة وأخيرا جمال الحياة يأتي من مشاركة الأوقات الجيدة السعيدة مع الآخرين فأنت ستغذي روحك بالعلاقات التي تؤسسها على مدى حياتك فإذا كانت تلك العلاقات فاسدة فستكون حياتك كذلك أيضا من النادر جدا أن تسمع بشخص ترعرع في وسط فاسد فكور فأصبح إنسانا صالحا في الحياة لذلك فإن علاقاتك مع الآخرين تؤثر على مقدار سعادتك بشكل كبير القاعدة الرابعة الراحة النفسية كلما زاد عاملك لشيء لا تحبه وزاد تعاملك مع أشخاص لا ترتاح إليهم كلما قلت سعادتك فحياتك هي فقط مجموعة من المواقف التي تحدث أمامك وبالتالي يجب أن تجعل ذهنك صافيا لتعيش اللحظات السعيدة كل مرة تقوم فيها بعامل شيء أنت لا تحبه فأنت بذلك تضع عقبة تباعد بينك وبين راحتك النفسية فلا تقحم نفسك في عمل يحطم نفسك وروحك لأنه في تلك الحالة سيتعامل معك الآخرون على أنك شخص عاديم الفائدة لا تقبل التعامل مع أي شخص لا ترغب بالتعامل معه ولا تضع نفسك في أي مواقف ترى أنها تنقص من مقدار سعادتك ولا تقوم بهذه الأشياء فقط بعنوان مجامنتك للآخرين وإياك أن تحاول إقناع نفسك بأن الأمور ستتحسن مع مرور الزمن على العكس من ذلك الأمور قد تزداد سوءا وإذا قبلت بالتعامل مع الظروف أو الأشخاص الذين لا تشعروا بالسعادة أثناء تعاملك معهم واعتقدت بأن الأمور أخذت بالتحسن مع مرور الوقت فعلم أن سبب ذلك التحسن إنما هو راجع لتعودك على تحمل كل ما لا يجعلك سعيدا نحن نعيش مرة واحدة في هذا العالم وهي حياة لها وقت محدد وستنتهي فطالما هي كذلك فلماذا تعيش لحظات تقوم فيها بمجاملة من لا يستحقون المجاملة فقط من أجل أرضاء الغير القاعدة الخامسة توقف عن القلق حيال أشياء لا يمكنك التحكم بها نحن نجهد أنفسنا كثيرا حيال أشياء ملعونة أو تافهة ولا يمكننا التحكم بها حاول الاستعداد مسبقا لبعض المواقف التي تعلم أنها قد تواجهك يوما ما وعندما تواجه أحد تلك المواقف فإليك أربع خطوات عليك اتباعها أولا تأكد من أنك قد خططت لذلك الموقف سلفا حتى لا تتفاجأ بوجودك أمام الأمر الواقع فلا تحسن حينها التصرف ثانيا عند حدوث الموقف قم بمواجهته بأفضل ما نديك وعالجه مباشرة لأن المواقف المجهدة تسداد سوءا فقط عندما تقوم بتجاهلها ثالثا إذا فعلت كل ما بمقدورك لحل الموضوع دعي الأمر وانتظر وانظر ماذا سيحدث رابعا إذا تحسنت الأوضاع كن جاهزا للتفاعل مع التغييرات الجديدة إذا اتبعت هذه الخطوات الأربع فيمكنك تقريبا تجاوز أي حمل يقع على عاتقك القاعدة السادسة قص على نفسك ومعنى ذلك هو أن الشخص الوحيد الذي يجب أن تقارن نفسك معه وهو أنت في الماضي أي تقارن نفسك حاليا مع ماضيك لا يوجد أسهل من أن تنظر إلى الآخرين وتحبط نفسك لأنك لا تملك نفس القدر من النجاح أو السعادة أو العلاقات ولكن ما تفشل في إدراكه هو أنك تقارن المراحل الأخيرة لأولئك الآخرين بمراحلك الأولى القليلة فإذا كنت تريد الاستمرار والوصول لهدفك فانتنظر للصفحات الأولى من حياة أولئك الذين تقارن نفسك معهم وستجد أنك الآن أفضل حالا مما كانوا عليههم سابقا فقط تريث ولا تستعجل فأكثر الناس لا يدركون أهمية التقدم ببطء إن التقدم ببطء في الاتجاه الصحيح لهو أهم من العدو سريعا تجاه أماكن لا تريدها القاعدة السابعة اجمح حولك أناس عظماء إن عائلتك تقام العمل الخاص بك فريقك أصدقائك يمكنهم جعل الأشياء في صالحك إذا أحسنت اختيارهم فنحن نتغذى على الطاقة والأفكار وردود الأفعال الإيجابية من الناس الآخرين ووجود النوع الصحيح من الناس حولك هو شيء ثمين وقيم بالنسبة لك ولمستقبلك فتقريبا أي قضية واجهك في حياتك ستصبح أسهل إذا حصلت تأسيس فريقك الداعم لك من الأشخاص من حولك وأنت لست في حاجة للكثير منهم ولكن كل ما تريده هو شاركك في الحياة الذي على استعداد أن يسير معك في تلك الحياة على أي اتجاه أيا كان وصديق أو صديقين بإمكانهما أن يهب لإنقاذك في كل وقت والسؤال هنا هو كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ هناك كتاب رائع يشرح لك الأمر ألفه المؤلف واسم الكتاب أي كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس أنصحكم بقراءة الكتاب والاستمتاع بالأمثلة التي يضربها المؤلف وإذا أردتم أخذ فكرة عن الكتاب فقد قمنا سابقا بتلخيصه في إحدى الفيديوهات على قناة دنيا وديني وسأضع لكم رابط الفيديو أسفل في الوصف القاعدة الثامنة لا تفكر زيادة عن اللازم الأشخاص الذين يفرطون في التفكير في الأشياء يكونون أكثر عرضة لفقدان فرصهم من أولئك الذين لا يفكرون حيال الأمر على الإطلاق ويقومون فقط بما هو مطلوب ليس المقصود هنا التشجيع على عدم التفكير بشكل عميق حيان ما يجب عليك القيام به لكن المقصود أن كثرة التفكير في الشيء قد تضيع أو تفسد عليك الأمر الأسلوبان لكل منهما مساوئه فإذا كنت مستعدا لعمل واجبك فكل ما عليك هو فقط القيام به أما إطالة التفكير يؤدي ذلك بك إلى حياة مليئة بالندم على ما لم تفعل عندما كان يجب عليك التحرك بسرعة هكذا قد ينتهي بك المطاف مستغرقا في التفكير في تلك الفتاة التي كنت تلغب بالتقدم إلى خطبتها لكنك بقيت تؤجل الأمر حتى تزوجت غيرك أو بتلك الفكرة العظيمة التي كانت ستصبح مشروعا مربحا لكنك استغرقت وقتا طويلا في دراسة الأمر حتى جاء غيرك وطبقت تلك الفكرة وفتحت له أبواب السعادة ستتكرر معك مرارا وتكرار المواقف تحتاج فيها لاتخاذ قرارات بشكل سريع وعدم الإفراط في التفكير فالناس يبارغون في التفكير في أشياء إما تكون حلولها أحيانا بسيطة أو تكون خارج حدود سيطرتهم وفي كل الحالتين أنت لا تكون بحاجة للتفكير زيادة عن اللزوم أقاعدة التاسعة كن بصحة جيدة لكي تحصل على حياة مرضية سعيدة فتحتاج لقدرتك على الاستمتاع بها يجب أن تفهم أن مستوى صحتك على علاقة مباشرة بمستوى سعادتك قد يكون الإنسان يعيش حياة يلازمه معها أحد الأمراض أو بعض الأمراض وهذا الشخص لا يملك حيلة في ذلك أسأله تعالى أن يشافي كل مريض لكنني هنا أتحدث عن من وهبه الله تعالى جسدا سليما معافا لكن سوء تصرفه يدي به إلى الوقوع في الأمراض إما يكون ذلك ناجما عن اتباعه نظاما غذائيا سيئا أو بسبب عدم ممارسته لتمارين الرياض للحفاظ على لياقته البدنية أو بسبب تعاطيه للسموم التي تشمل تناول التبغ والكحوليات وغيرها يقول المثل العقل السليم في الجسم السليم الجسم السليم المقصود به الجسم الذي يسعى صاحبه للحفاظ عليه بحسن التغذية والترويض سعادة الإنسان لا تتعلق بحالته البدنية فقط ولكن بحالته النفسية والذهنية أيضا القاعدة العشرة قدر قيمة الأشياء الصغيرة في حياتك يقول مثل صيني شهير مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة ونفس الشيء ينطبق على مشوار السعادة إنه يبدأ بالخطوة الأولى التي تخطوها نحو سعادتك لكن هناك شيء يجعله الناس في هذه الحكمة وهي أن المرء يكون على خطأ إذا اعتقد أنه سيحصل على السعادة بعد نهاية المشوار وقطع الألف ميل يجب أن ترى السعادة في كل خطوة تخطوها في ذلك المشوار إنك إذا لم تكن تنظر إلى الأمور بهذه الطريقة فإنك حتى إذا نهيت مشوار الألف ميل وحصلت على ما كنت تسعى لتحقيقه فإن سعادتك لن تكون بالدرجة التي كنت تتصورها في حين أنك إذا كنت تحاول إيجاد السعادة والاستمتاع بكل خطوة تقطعها خلال مشوارك ذات فإنك حتى وإن لم توفق إلى أن تصل إلى خط النهاية فإنك ستكون رابحا لأنك عشت من اللحظات ما لم يعشه أولئك الذين وصلوا قبلك السعادة تختبئ دائما في الأماكن التي لا يستطع الناس العاديون رؤيتها فيه إنها تختبئ في المواقف واللحظات التي تواجهك خلال مسيرتك نحو تحقيق أحلامك فأنت تمر بتلك اللحظات الصغيرة كل يوم وتلك اللحظات من عمرك تتكدس فمن الأفضل أن تولي اهتمامك لتلك اللحظات ففي أسوأ الأحوال إذا وصلت للغاية التي كنت تحلم بالوصول إليها ووجدت أن هذا الهدف الذي كنت تعتقد أنه سيجلب لك السعادة ليس كما كنت تتوقعه فعلى الأقل حينها تكون قد قضيت لحظات مليئة بالسعادة أثناء مشوارك ذاك ولا تشعر بأنك ضحيت كثيرا ولم يكن الأمر يستحق تلك التضحيات في النهاية القاعدة الحديثة عشر هل أنت تعيش أم تحيا؟ بعض الناس يحيون في هذه الحياة أما الآخرون فهم يعيشون فقط فما الفرق بين المعنيين؟ أن تحيا أو أن تعيش ليس أمران مترادفان يحمل أن نفس المعنى أن تعيش يعني أن تتوفر على مقومات المعيشة من أكل وشرب وتنفس للهواء وغيرها وهذا ربما ما يفعله أغلب الناس هم يعيشون فقط يأكلون ويشربون ويتكاثرون وغيرها وهذه أمور مشتركة بين الإنسان والحيوان أما أن تحيا فذلك شيء آخر أنت عندما تحيا فأنت تهتم بالجانبين الروحي والجسدي أنت عندما تحيا تبدأ بالشعور حقا بالسعادة في هذه الحياة أنت عندما يكون لديك شغف في هذه الحياة وتقوم بممارسة الأشياء التي تحبها فأنت حينها تحيا الحياة التي تعيشها دون الشغف ليست حياة تستحق أن تعيشها حقا فالشغف هو ما يميز ويفرق بين الناس وهو ما يساعد الناس على الهروب من الملل والانتقال إلى كون آخر ممتلئ بأكثر الأشياء إثارة وهو يدفع الناس ليكونوا أفضل ويزيد من إبداعهم أو يهدئ روحهم وأنت كذلك عزيز المشاهد بحاجة للشغف كي تكون سعيدا وإذا كان بإمكانك استثمار شغفك فهذا أفضل ولكن إن لم تستطع فعلى الأقل جد لنفسك طريقة لممارسته بشكل أو بآخر القاعدة الثانية عشر اجعل الناس الآخرين سعداء صدق أو لا تصدق إن جعل الآخرين سعداء تنتج عنه سعادة أكبر بالنسبة لك وتدوم تلك السعادة لفترة طويلة مما لو أنك سعيت فقط لسعاد نفسك إذا كنت تستطيع جعل الآخرين سعداء فسيتغير كل شيء في حياتك كطاقتك وعقليتك وتفكيرك وإنتاجياتك وسلوكك في الحياة ككل فستكون أنت المثال الحي للأشياء الجيدة التي تحدث في العالم وبذلك يزداد تأثيرك على الآخرين ويزيد حتى من سعادتك التي ستلاحظ أنها منعاكسة عليك بالفعل قاعدة ثلاثة عشر ابتعد واستكشف تلك واحدة من الأشياء المهمة أيضا خاصة في مجتمعنا الذي يتمح ور حول وسائل العلام تظهر الدراسات الحديثة أن الشبكات الاجتماعية تجعلك أقل سعادة في حياتك وذلك لأنه لا يوجد أحد يقوم بمشاركة فشله أو أيامه السيئة وبدلا من ذلك فأنت ترى أناسا بسعادة مزيفة يعرضون حاسسهم التي لا تستطيع أنت الوصول إليها حاليا فتعتقد حينها أنك لست طبيعيا وأنك إنسان فاشل لأنك لا تستطيع تحقيق نفس الأشياء التي حققها أولئك على وسائل الإعلام المزيف ولهذا فمن المهم أن تبتعد ليس فقط عن وسائل الإعلام ولكن أيضا عن حياتك اليومية قم بأشياء مختلفة غير قصة شعرك أو طريقة ارتدائك للملابس امطلق واستكشف أماكن جديدة شاهد أناسا مختلفين عش تجارب مختلفة بهذا ترفع من مستوىك شخص وكلما زاد اكتشافك وخبرتك كلما زاد تعقيد الشخص الذي ستصبح عليه وسوف تشاهد العالم بعيون أخرى الشيء الذي سيزيد من مقدار سعادتك القاعدة الرابعة عشر أنفق المال على الخبرات وليس على الأشياء إن أغلب الأشياء التي نشتريها تنقص قيمتها بينما الخبرات تزداد قيمتها لكنك في المقابل تزداد كبرا للحصول عليها فهناك الكثير من أساتذة علم النفس الذين يدعمون زعم أن الخبرات والتجارب لها مدى سعادة أكبر من مدى سعادتك بالأشياء المادية ولكنها حقيقة لا يعيها الكثير من الناس قد تشتري بمائة دولار عطرا فاخرا لكنك قد تصرف نفس المبلغ في خوض تجربة مثيرة جديدة مع أصدقائك أو مع من تحب وستظل ذكراها للأبد كن ذكيا حول ما يخص سعادتك فالسعادة ليست مجرد أشياء تنتظرها أن تطرق بابك وإنما هي موجودة في كل مكان تحتاج فقط إلى أن تدرب نفسك وتعلمها كيف تقوم برؤية تلك السعادة في تلك الأماكن المخفية القاعدة الخامسة عشر يمكنك بدء حياتك من جديد الآن والآن وبعد أن استمعت لكل النصائح السابقة بقيت هذه النصيحة المهمة وهي أن ماضيك أصبح وراءك وقد فات بالفعل أنت الآن تعيش هذه اللحظة التي تشاهد فيها هذا الفيديو والذي هو دليل للسعادة ومستقبلك ينتظرك وهو ما زال لم يكتب بعد وأنت لديك القوة لتغيير مسارك إذا أردت أن تفعل ذلك بالتأكيد ليكون الأمر سهلا في بدايته ولن تظهر السعادة أمامك بين عشية وضحها ولكن يمكنك اختيار تغيير الطريقة التي تعيش بها الآن وتبدأ بالتصرف طبقا لما تريد أن تصبح عليه بدلا مما كنت عليه تأكد عزيز المشاهد أنك في أقل من ثلاث شهور يمكنك أن تغير حياتك تماما وتخلى عن العادات السلبية وتكون صداقات جديدة وتصبح به صحات جيدة وتختار الشخص الذي تريد أن تكون عليه لما تبقى من حياتك وأكثر كل هذه الأشياء تجعلك تشعر بالسعادة لكنها تبدأ برغبتك أنت في إعادة ترتيب حياتك فإذا كنت راغبا بعيش حياة أفضل بداية من الآن وعدم ارتكاب نفس الإخطاء التي كنت ترتكبها سابقا وعاش حياة أفضل ممكن من أجل ذاتك فهذا يعني أنه سيتوجب عليك البدء من هذه اللحظة والعمل على وضع حياتك في المسار الذي تجوه ولتجعلها هذا العام هو العام الذي تتغير في حياتك للأفضل وأتمنى لكم جميعا حظا سعيدا والآن مع سؤال الحلقة ما هي أكثر واحدة من بين النقاط التي ذكرناها تشعر حزيزي المشاهد بأنها أقوى نقطة ستساعدك على أن تحيا حياة سعيدة وضع إجابتك في تعليق وسأقرأ إجاباتكم وأتفاعل معها ما أمكن إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا بضغط زر الإعجاب ومشاركته مع من تحبون ولا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة الدنيا وديني وتفعيل الجرس كذلك إذا كانت لديكم أي مقترحات لمواضيع ترغبون بمعرفة المزيد عنها فيمكنكم اقتراحها بإضافة تعليق أو عبر التواصل معي على الإنستغرام وسأقوم بالعمل عليها وتقديمها لكم مع ذكر اسم صاحب الاختراح شكرا لكم على حسن المتابعة كان معكم حيدر جبار وأراكم في حلقة أخرى على قناة الدنيا وديني بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته